وافق مجلس الوزراء الأردني لوزارة التربية والتعليم على السير بإجراءات تزويد الطلبة في المناطق النائية ممن لا تتوافر لديهم أدوات لمتابعة التعلم عن بعد بأجهزة تابلت وتزويدهم بخدمات الإنترنت مجداناً ويهدف القرار إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية خلال فترة جائحة كورونا وضمان استدامة التعليم في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها مثل هذه الأدوات والخدمات ترجمة نانسي قنقر